اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمداء الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا لمنظمة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران ان اقامة المعرض في دورته السالسة ومرور عشر سنوات من النجاح يدل على موصلة اليه مملكة البحرين من نهضة تنموية حضارية في عهد جلالة الملك المعظم جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران والذي سيقام في الفترة من التاسع الى الحادي عشر من نوفمبر المقبل في قاعدة لصخير الجوية برعاية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المعظم وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد ان انجاح اقامة هذا الحدث العالمي يأتي بفضل دعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموه المتواصلة حتى اصبحت مملكة البحرين موضع ثقة للصناع والشركات العالمية في مجال الطيران واستعرض سموه مع اعضاء اللجنة العليا المنظمة كافة الاستعدادات لافتتاح المهرض وحث على تقديم كافة تسهيلات لجميع المشاركين والضيوف والزوار واوضح سموه ان معرض البحرين الدولي لطيران الفين واثنين وعشرين سيشهد نقلة النوعية مشيرا الى انه سيتضمن عقد منتديات نقاشية حول اربعة موضوعات الرئيسية وهي المطارات وشركات الطيران والشحن الجوي والخدمات اللوجستية الى جانب مساهمة المرأة في مجال الطيران فيما يتمحور الموضوع الاخير حول علوم الفضاء هذا ووجه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الى همية استقطاب العروض الجوية المتميزة للفرق الجوية وتشجيع الشركات على استقطاب اكبر عدد من الطائرات التي تمثل مختلف القطاعات المدنية والعسكرية كما اصدر سموه توجيهاته الى دعوة اربعة الاف طالب من المدارس الحكومية والخاصة لدخول ساحة العائلات مجانا وكذلك مشاركة الجامعات المحلية في المعرض كما وجه سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بتطوير الساحة المخصصة للعائلات والجمهور وتوفير مواقف للسيارات قرب بوابة دخول قاعدة الصخير الجوية لتسهيل دخول العائلات ووصولهم لموقع المنطقة الترفيهية كما امر سموه بان يعفى الاطفال دون 12 عاما من رسوم الدخول لساحة العائلات واعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي تعمل بكل جهد استعدادا للافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022 مثمنا دور القطاع الخاص في رعاية المعرض ترجمة نانسي قنقر